ميس الحربي مرحبا بك أهلا وسهلا يا ميس القائد العام للقوات المسلحة يكلف عمليات البصرة بضبط المنافذ مع إيران والكويت ما تفاصيل هذا القرار واسم المنفذ على وجه التحديد صحيح أحسين رح ندخل بالتفاصيل الآن نقدر نقول بهذه المرحلة المنافذ في العراق تشهد مرحلة جديدة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في هذا الملف الذي أهمل منذ عام 2003 والحد من سلطة الأحزاب والفصائل على المنافذ القرارات اليوم تخص منافذ برية وبحرية واستكمالا بالطبع لما بدأه في المنافذ الحدودية في ديالا شرق العراق قرارات اليوم جاءت من محافظة البصرة الجنوبية التي يتواجد بها الكاظمي وعقد جلسته الوزارية العاشرة فيها واتخذ عدة قرارات أهمها تكليف قيادة عمليات البصرة بالصفة طبعا القائد العام للقوات المسلحة بأحكام السيطرة على منفذ صفوان البري مع الكويت التي تسيطر عليه الأحزاب وأيضا منفذ الشلام جاء وهو أهم المنافذ الحدودية مع إيران وتسيطر عليه الميليشيات المسلحة أيضا كلف قيادة القوى البحرية بالسيطرة على ميناء أم قصر هذا الميناء هو الرئيسي البحري للعراق مع العالم أجمع كما أمر الكاظمي بتعزيزات أمنية في هذه المنافذ وتخويلها بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون أيضا والتعامل مع أي مخالفة أو تجاوز من أي جهة كانت أحسين طيب في الفترة الماضية ميس المنافذ يسيطر عليها بحسب الكثير من العراقيين عناصر تتبع للميليشيات هل تمت ردة فعل بعد هذا القرار؟ رح نتناقش أحسين أو رد عليك إجابة على سؤالك على ردود الفعل الرسمية صدر فعلا رد فعل رسمي من القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحي رسول الناطق العام باسم القائد العام للقوات المسلحة أكد على أن خطوات الكاظمي ما هي إلا مرحلة أولية لخطوات مستقبلية وأن الاستعانة بالقوات العسكرية الآن ستعمم في جميع المنافذ قريبا رسول أيضا أكد على أن الحكومة تملك معلومات عما أسماها بالمافيات والأشباح التي تسيطر على المنافذ وأن الحكومة أصدرت أوامرها لاستبعاد الموظفين في المنافذ الذين تثبت عليهم ملفات فساد الكاظمي نفسه شدد على أن منافذ بلاد الحدودية حتى الموجودة في إقليم كردستان لن تكون وكرا للفاسدين أحسين وأصر على سؤال لردات الفعل من الأوساط الشعبية من يراقب هذا القرار الميس أحسين بالنسبة للأوساط الشعبية والسياسية وطبعا أهالي هذه المناطق رحبوا بإقدام حكومة الكاظمي بفرض السيطرة العسكرية على منفذ صفوان مع الكويت ومنفذي مندلي والمنذرية الحديديين مع إيران من جهة طبعا محافظة الديالة شرق العراق والشلامجة من جهة البصرة جنوب العراق واعتبروها مؤشرا على جدية الكاظمي في تنفيذ إصلاحاته فيما يخص بالطبع المنافذ الحدودية والإصلاح الاقتصادي خصوصا وأن هذه المنافذ ترفض الموازنة بمليارات الدولارات سنويا في حين كانت تذهب إيراداتها للأحزاب والميليشيات المسلحة السؤال الآن حسين الذي يتربى على عرش معركة الكاظمي مع المنافذ والتي تأتي بعد صدامات بين الحكومة والميليشيات المسلحة هل سينجح الكاظمي بالسيطرة على مصدر تمويل الأحزاب والميليشيات والمافيات؟ السؤال مفتوح حسين اسمحي لي أخذ هذا السؤال لضيفي؟ بالطبع شكرا جزيلا لك يا ساميلا ميس الحربي